سلم وفد غرفة التجارة والصناعة الذي يترأس رئيس الغرفة أمير الدودو أرتين سلم الأثائق الإدارية بصورة رسمية للقنصل الإقليمي لوديه ونائبه وذلك في مناسبة جرت بمدينة أبشة حضرت وديه بحضور الأمير العام للإقليم محمود حسن سمون عند المدخل الشمالي لمدينة أبشة استفهت تجار الأعضاء في القنصلية التجارية لإقليم وديه لاستقبال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية أمير الدودو أرتين ونائبه حسن أحمد آدم برفقتهما عادت من أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة غادات وصولهم من مدينة بلتين فبعيدة مراسم الاستقبال مباشرة توجه المنكب إلى مكان الحفلة الجماهري الذي عقيم بإحدى ساحات المدينة بهدف تسليم وثائق القصولية التجارية رسميا إلى القنصل التجاري للإقليم الدود ديدان مرى ونائبه محمد يوسف أسد ذلك بحضور الأمين العام للإقليم أباسا لنغار وعدد كبير من مختلف المسؤولين وغير ذلك من جماهير غافيرة الرئيس الوطني للغرفة التجارية أمير الدود أرتين أوضح في كلمته بأن دور هؤلاء المنتخبين يتمحور أساسا حول تنظيم التجار أولا ومن ثم الدفاع عن حقوقهم والعمل كفريق واحد من أجل التعبئة كافة الفاعلين للاقتصاديين بالإقليم لخلق فرص أعمل بهدف رفع التحدي الذي يقف أمام التنوى الاقتصادي الذي ينادي به رئيس الجمهورية هيدريس ديبي إتنون هذا ولتحقيق كل ذلك فقد أكد الأمين العام للإقليم أمامه المحتفلين بأن سلطات محلية ستعمل بجانب القنصلية التجارية قي تتحقق الأهداف التي وضعت من أجلها بكل سهولة القنصل التجاري المنتخب لإقليم والدي وبعد نعبر عن عميق شكره لمختلف المحتفلين فقد طالب وقوف الجميع بجانبه بغي التحقيق الأهداف التي انتخبه من أجلها سنعمل جاهدين لتحقيق البرامج والمشاريع التي خطت لها السابقون وسنعمل من أجل تحسين وأوضاع الحياة التجارة في إقليم والدي أن مهمتنا تنصب في توجيء التجارة ورجال الأعمال وتعامل معهم ومع النظم الرسمية الدولية يذكر أن التنصيب الرسمي للقنصل التجاري لإقليم والدي ونائبه كان في شهر يونيو الماضي من قبل حاكم الأقليم إذن يبقى عليهما القيام بأداء هذه المهمة التي انتخب من أجلها كما هو المطلوب